سبتمبر 2024، هلو سهلا، مرحبا بيكم، شكرا لكم على اختار إكسبرسة فيم، معكم باشي القروية كوتيميكرو، شكرا لكم بالحصن على مستوى الإخراج تحية لوميما الجبالي في الأعداد، سليم في الإخراج الرقمي، تتفرجوا فينا كالعادة، ندريك لايب على باج وفيسيال إكسبرسة فيم، سور فيسبوك، ساعة من زمان نحكي فيه على الاكتواليتي في تونس، وكيد الحديث في حصة اليوم بشي تمحور حول مشاركة أندتنا التونسية في المسابقات الأفريقية واثنين على أربعة بعد انسحاب كل من الاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي، وتأهل كل من التراجي الرياضي لتونسي والنادي الاسفيقسي لدور المجموعات، سواء في كأس الكاف، وإلا في الشامبيونس ليغة الأفريقية وكذلك نرجع نحكيه على مباراة البارح بين النادي الأفريقي وضيفه شبيبة العمران وانتصار فريق باب جديد على نتيجة اثنين بلايش سعيد جدا أن يكونوا موجودين بحضة في الستوديو، صديقنا الأعليمي، الصحفي الرياضي، مجدي الأسعيدي، ألو سهلا مجدي شكرا لك بشير ومحبت بيك وكل مستمعي إكسبرسا فيه يحضر بحضان أزاد اللاعب الدولي للسابق والمحلل الفني، أنيس العياري، أنيس العياري، أنيس تحية لك بشير، تحية لك سيد المستمعي لكم نبدأ بالملعب التونسي، الملعب التونسي اللي كان غادر للأسف مسابقة كأس الكونفيدرالية بعد الهزيمة أثنين بلايش ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لملعب التونسي من عرش كان تشاطروني الراي كانت عرض المظلمة التحكمية في مباراة فريق اتحاد العاصمة وانسحاب مارير تكتل دفاعي كذلك مبالغ فيه ربما حسب المتابعين نبدأ معك أنيس بقراءتك في المقابلة هذية هل هزيمة متاع الستاتونسيان ضد اتحاد العاصمة كانت منتظرة أم لايش؟ ما كانتش منتظرة وقت اللي مبيل علي ورطورت بدل برش حاجات خاطر في مباراة الذهاب حد ما كان من من بستاتونسيان اللي بشتربح الملعب التونسي عمل الماتش يزمو يعملو نعرف الفوارق بلتو الفنية بين استاتونسيان وما بين الاتحاد العاصمة لكن الماتش روتور جوابل لكن الملعب التونسي تكتيك مو التكنيك مو عمل الماتش ليزمو يعملو لكن بعض تقول للملعب التونسي تسرق خاطر ثامدي دي تايي حكمو فيك في الكور وقتلي تشوف بالطريقة دي كتتنحالك بشير حاجاته جاكبرش صحيح ممكن كنا نجمو نعملو حاجات سور البلاد التكنيك تكتيك كنا نجمو غيرو اوكي نجمو نحكي وفاهم مكنن بعض كتبه بالطريقة هذيك ما تتزافرش هذا حقك اه فير ديتر استاديست فير بالما بين الذهاب والاياب اللي عملو استاتونسيان ما يبقعد من بعض اروفوار لانو الحقيقة مرارة اكبر وقت اللي لاتحاد العاصمة مووش اتحاد العاصمة اللي حكوا عليه نسكل كنو نجمو نعملو ناخذو كاليفيكاسيون بتاعنا لانو اتحاد العاصمة اللي تحكي عليه هو الشي اللي تقال عليه هو الارقام اللي تقالت عليه غير ذلك سورو البلان التكنيك مباراة البارح الملعب التونسي عرف كيفاش يمشي به عرف كيفاش يسعيرها صحيح على المستوى الدفاعي اللي كيب ثم تكتل مثاماش ريكسيون من بعض من بعض الدفاع لكن ستات تونيزيان عرف كيفي الجير الماتش متىو اه من بعض نقول انو مرارة كبيرة كولستاديس لحقيقة بشيرة لانو الماتش كنا نوت ربورتي تلعب على جسئية صغيرة جسئية بسيطة كنو نجمو نتفادوها الماك دو كونسنتراسيون اه ممكن نسمع التصريح بتعني در ديوت قال انو ميريت الالفيكتوار قولو لي بالعكس يزم كتكون حقا لانو البارح ضربت الجزاء كانت تغير برشا حاجات اه ما عنيش عالمستوى الفني ملعبية دو كاليبر كبار برشا لكن كان عنا كانت عنا الروح كان عنا الراجدو وحبينا نخلطوه بليموايان يموجودين بشير خاطر ليموايان ما هو مش كبار برشا سيرتوه انيس الرياكسيون ما شفتش جيت الماخر شوية من الملعب التونسي اوكي معاتا تكتل دفاعي الهدف الوليني اللي يسجلوه اتحاد العاصمة كان في الربع ساعة الاخرين تقريب في دقيقة خمس وسبعين ولا في دقيقة ستة وسبعين من بعد جيت الرياكسيون بتاع ستا تونيزيون وشوفنا من بعد الكوتشينج متاع مهر الكنزاري وقت اللي تخل اما ثندا وعطا اكثر فيفاستي القدام سور البلو انفنسيف وتخل يمكن تقريب اول مرة يدخل الديس وي ماتر في اخر الماتش ستا تونيزيين وجيتك العرق لذيك اللي تغافل الحكام متاع المباراة السوداني بشي زفر على ضرب الجزاء بوه كنا نجم ونعمل الرياكسيون على بكر يما ديما تقول انا زيروني يمشي بالانتيات عندي ديما شوان سخير ومتنا جمش تلعب سور البلو فونسيف لانك بش تخلي فارغات الحقيقة معالي كاليتي فونسيف متاع اه متاع الكيب متاع دي حاد العاصمة الحقيقة عندهم دي كل وار وفي الوسط تزايدة ملاعبية تكنيك مو اقوى منا صحيح احنا في الديويل كنا موجودين لكن التكنيك مو الحقيقة هما يكيب بات باتة يلعبوا كورة قصيرة برشا ما نشبش نقاورو احنا بليموانين موجودين مشينا ماخر اما كنا الحقيقة ثم كانت نجم تكون ثم رياكسيون على اقل خطر الوسط كان معابي كنا نجمو نحيو واحد من الوسط كنا نجمو ننجكتيو قديدة قبل شوية بليل سول بلان اه اه فيزيك تاح لانو قام دور دفاعي كبير برشا وكان ازولي ما بالميتان جزكا اتقايق متاع السابعين عمل افور كبير برشا كنت نتصور انو مهر يعمل رياكسيون ويغيرو بل مجي لك تذك لانو الحقيقة افور فيزيك كبير برشا تعرف انتي في وسط ربع مدافعين اه 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 انا تكون يحاولي برسي الاربع صعيب برشا الى في بوكو ديفور ستان شواء اه لكن المرارة كبيرة لانو لحقي قديمة اقولها اه حد ما رهن عستا تونيزيان ونسكو لعطاك المريض لاتحاد العاصمة لكن انا شخصي انا رايش شخصي ما بي نذهبو الاياب ونتي كبابل نتعدى وقدام اتحاد العاصمة اللي نفخوه برشا وكبروه برشا شوية كبيرة ماجدي صعيدي بالنسبة لاي سوبرتير استاديست وقت لي توصل العين وما تشربش معناها اه توصل تشد اتحاد العاصمة في اه في الجزائر بالنسبة الملعب التونسي اللي بنيولوك بمدرب جديد اه بيفكتيف اه جديد برشا ملعبية اه شبان يمكن تنقصهم الخبرة اما كان كانوا ينجموا بلغة الكرة يقدموا معناتها الوي اسما غاديكا اه كان صبروا يمكن قاعدوا كونسنتري اكثر في الربع ساعة الاخرانية من الماتش وخاصة تنكونوا حتى الزوز بونتويت معناها بالح الب spectacle اتحصيل وادي phảiة الوباكات في البونتو اللي نهاية سيدي اقوى thesisوا والواباز كضاء نحكيه مع انيس المعنى احدها ويتمقبوا ليمقرحه كبuters كيف مروحه الكوطissezو والهدف الثاني كيف كيف موكيه الصراعق ومعنى تلاقي الجر وهكاksen للماجري اللي في لاحضة من زمان ووات كنحكي مع القارنان بتاع السيمي هلالة يدفاجأ يلقى الكورة في ساقي ندرك يفاج تعملهاك تدخل الكورة في الشبكة في وقت قاتل في دقيقة 93 هي الحق بشير وينيس يلوجي على كل ماعطها للتوينس الكل مش للستاديستية كهو ماعطها دونك فريق تونسي صحب فريق تونسي ماعطها من عمل فيه وثلاثة وينيس وقتها ماعطها في الكوب دي تونيزي لعبت كيس كووس وقتها ستاة تونيزيان دونك لوجي على التوينس الكل للجمهور لانه الحق توجع ليش لانه المرعب التونسي كان تعضل باليه ذاية بتاع الدور الثاني كان ينجم في دور المجموعات مش يلعب ستة مقابلات اخرى مادية نحكيو معطها الفريق مش يستفيد ايضا رياضية مش يستفيد ويكسب الخبرة لانه عنده ستة مقابلات اخرى على الاقل حتى ولو انسى حب من دور المجموعات مش يلعب ستة مقابلات اخرى يكسب بيه من الخبرة ويسافر للأفريق حتى بعد بعام ولا بعد بعامين كي بيش يشارك مرة أخرى تكون عنده على الأقل شوية إكسبريانس كسبها في الليديسيونة ديه. دونك الحق معطاها توجع برشا للإخسارة. انتي قبيلة حكيت على الاربيتراج وينيس كيف كيف. أنا آآ نأكد أنه الحق معطاها آآ تفاجئت برشا. لأنه ممكن الظروف اللي اللي مر بيها ستات يونيزيا كنا يمكن نشوفوها في بعض بلدين إفريقيا. آآ وسط إفريقيا مش في اللي في التزاير. ما حسيتش معطاها بلغة الكورة سامحني الغورة ما كانتش معطاها تكون آآ أكثر نستوعبوها آآ اللي هي في التزاير. لأنه تقريبا بين الأندية التونسية والأندية التزيرية مفل مايش برشا للأمورة ديه. لكن ستات تونيزيا البالح تظلم. اللي مخبي على حباب عذاب كي ما يقولوا آآ. إضافة إلى أنه ظلم روحه. اليوم يلزمنا نستعرفوا أنه ستات تونيزيا هو تظلم من الابتراج لكنه ظلم روحه. عليش ظلم روحه؟ لأنه الفريق اليوم اللي تحط ملاعبيها في أذهانهم كونهم ربحين واحد صفر أدو ميسيل. راهوا مباعد في ظروف كي ما كيكا اللي شفناها في استاد في وهران في تقريب ضغط كلي ضغط رهيب من الفريق. والفريق هذا صدقني مع أنتها ممكن من بين أضعف ثلاثة في رقة أهل الدور المجموعات مع احترامي للملعبية متاعه مع احترامي للإطار الفني مع احترامي للجماهير والجزائرية. لكن الفريق هذا ما كانش خير من ستات تونيزيا. عليش؟ لأنه شفنا في مبارات الذهاب تقريبا استاد تونيزيا كسب كل المواجهة معطها الماتش. وليدوية الملعبية والانتصار متاعه كان معانتها يقولوا احنا معانتها نتيجة وآداء. في البارح معانتها في الماتش روتور تقريب يعني الملعبية متاع استاد قبلوا برشا اللعب وديما كي تقبل اللعب مهما يكون باش تقبل هدف. في ظروف كما كيكا في فريق تقريبا وراه جمهور ومعاه شوية اربيتراج وتقريب ضغط كلي دونك مش يقبل هدف. وهذا اللي صار للأسف للإستات تونيزيا الحاجة الثالث هي يمكن العامل الثالث اللي هو قلة خبرة الملعبية. لأنه اي فريق مش يشارك لأول مرة في مساقة افريقية وهذا يصار على الاتحاد من القردين وصار على الاتحاد المونستيري. اول مرة كيشارك في الكمبيتسون افريكان مش كيما مع احترامي للإستات تونيزيا فريق كبير وفريق عريق لكن ديما المشاركات الافريقية تختلف على المشاركات المحلية. احنا نشوفه حتى في الاوروب. ليفربول معطا احيانا يكون معطا عنده في البريمير ليغ معطا مستوية بنتيج. وفي الاوروبة في الملعب التونسي. حكاية اخرى لأنه الملعب التونسي. اعتقد انه الاخسارة ديها صحيح توجع لكن ان شاء الله تكون معطا هنقوله احنا ربا ذارها نافعة في المواسم القادمة. استات تونيزيا يعرف انه فما خبف في الكمبيتسون اذو. هانيس ينجم يخرج ما تشوه مغير ما يلعب كرة قدم متميزة. اليوم لانه استات تونيزيا البرح كان في حاجة للنتيجة. ما كانش في حاجة للأداء. وكنا نجم نشوف استات تونيزيا في دور المجموعات. الى جانب الاتحاد المنستيري. نذكر فقط بشير معطا احصائية في زوز مسابقات كيس الكاف وكيس ربط الأبطال. مصر تاشحط باربعة اندية. كل تقريبا الاهل الزمالك بيراميدز والمصري البورسعيدي. الجزائر ايضا اربعة اندية المولدية والشباب بالوزداد. وبالنسبة للقسونتينة وايضا اتحاد العاصمة. جنوب افريقيا ايضا اربعة اندية. والمغرب بثلاثة اندية. تونس ما لولوز موما تبزوز اندية. طراج رياضي التونسي والنيدي السفيقسي فقط. ان شاء الله يكون الانسحاب هذا ما انت نقوله انا درس للملعب التونسي. وايضا ان شاء الله ياخدوا حقه في المسابقات القادمة. لان التحكيم الافريقي نقطة استفهام الحق في المسابقات كما هذه. بش نزيد ونحكي على الملعب التونسي ومباراته ضد فريقة احاد العاصمة الجزائري. فاصل شاري قسير في المواصلين. رجعنا معكم في زون ميكس حتى الحمسة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا معكم على اكسبرس افن في زون ميكس مواصلين حتى الخمسة نحكيه على مبارات الملعب التونسي واتحاد العاصمة الجزائري. نتوجه لك بالسؤال انيس العياري في علاقة بالمدرب مهر الكنزاري. هل يتحمل مسئولية مهر الكنزاري في الانسحاب هذية؟ هو اللي لمعليه المتابعين كونه استعمل الدفاع المفرط في المقابلة هذية. أبخي يقول لك انيس كان فرضا الملعب التونسي مقبلش هالربع ساعة الخريني متاع الماتش. وقتا يولي مهر الكنزاري أحسن مدرب ونجح سور البلان تكتيك بش وقف اتحاد العاصمة غاديكا في الجزائر. بانسور بش يرشوف مبيلالي ورطور. عمالنغوسيسيون بيه لدو ماتش مهر الحقيقة فانتا لغالب ديما المرارة متاع المتاع ديما عندها مرارة ديما عندها تخلف برشا حاجات خايبة ونقض ونحكيه ديما في الحاجات النيجاتيف اللي ما عندها ونتوصل. ما نصورش مدرب اليوم يحب ما يحب شانجح. يصير توفد دي فيه اللي حاتو مير كان زاري. وعلى عقاب قوسين كي بديت المسابقة دي وورينا اتحاد العاصمة نسكو اللي حكينا انو ملعب التونسي عم ببرستاسيون حتى كان متعديش مش مش مشكل. وصلنا مبيل لالي والرطور نلعبو في الكاليفيكاسيون تيانا الاخر التقايق كنا فور بوسيب نتعديو. مطبع. لالي مير لعب علي موايام تيعو ربح الريهين. الرطور. شاو تلول. تمركز كان طيب. ما خلش دي زي سباس. دزيم ميتان. في نقطة ولا نقطتين كان يناجم مير يشتهد تفهم انو اه يعطيك اكثر روح القدام لانو قبلنا برشا لعب الحقيقة. الجيزف حتى شوية. لكن سور البلون تكتيك. باللي موايام اللي عندك. ما تنجمش. ما تنجمش تشوف انتي كيبش تلفت عدك. ما يزمك تشوف دي موايام تلقاهم دي زاتو يعاونوك. لعبنا عاللي موايام بتاعنا. وما يزمش اه نزدو نهورو الامور لانو تعرف بشير في جماعيتنا في استات تونيزيا. نحبو كل شهر رئيس ونحبو كل جمعة مدرب. نحبو كل جمعة مسؤول. في الأندية التونسية كل تقريب لو اون. في الأندية التونسية كل ما عمل. لا. صيرتو في استات تونيزيا صيرتو في جمايتنا لخطر. الحقيقة ما بين عام ونص وين كنا وينسبحنا عام ونص عنا طابع عمانا 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 قر besonders توبير اليوم حقيقة كجمو تكون وين كنا وينسبحنا. حتى الملاعبية هانيس معطى الاسماء اللي قاعد شوفيهم معطى اسماء ولاد ستا تونيزيان معطى ذور اللي معطى فامة بيبينيير بي هي قاعدة تخرج من ستا تونيزيان. انا حبيت نحكي لك صحيح مثلا ماش تيترويات كبار لك مش نعطيك اللي دي تاي شوف. تعمل 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 كوب دو تونيزي. تعمل استقرار مادي اليوم ستا تونيزيان. اه في عام عملنا انتدابات كبيرة وكبيرة برشة اللي خلت جمعية الكل تتهفت على ملعبية الملعب التونسي. تخلنا في عام جديد وسيكل جديد. ثم استراتيجي يقول لك كان عندي بيش نحاول نشاب بوع التشبيب ديما ما نجحش كيكونوا شبان وحدهم يكونوا انطوري بشوية ملعبية بش نجم تمشي لومور. لحكي وزيد انيس رقم مهم معطى الملعب التونسي ثمنتاش المباراة على التوالي دون ادنى هزيمة. اه حاجة به يتفرح. وين كنا وينصبحنا. حاجة ما صارتش معنا تقبل. واليوم شوف اه بشير. لحقيقة ميش اه ميش مشكلك اخرجت انتي. وانا البرح اسمعت بتاع الناطق الرسمي اللي الى رضام. هانيس بن فلاح. هانيس بن فلاح. قال ناخذينا العبرة من المشاركة هذي. استاتيونيزيان ميش بش تقف على المشاركة هذي. يعني كتشوف الاحساس ولا تشوف الجمهور استاتيونيزيان تقول اخر مشاركة عنا. ازم اكتم من بالنيدي متاع كل البروجيه متواصل بزينا مش نخلطه. لكن اهم شيء الاكسبريونس هذي. نبنيو عليها اليان ولا فريق. راي حاجة اخرى. اه. 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 المدرب اللي كان انتصر اللي بيرح ومر لدور المجموعات نبيل معلول. مدرب فريق اتحاد العاصمة. قال في تصريح اه بعد الماتش. قال انو ادارة الفريق جابتني بش نلعب الادوار الاورى. وفي الكورة الرجلية يا عندك يا ما عندكش. نسمع وشنوها على قانم. عما بشيرت المحيط. عما بشيرت المحيط ومشان يمكن انتصار اللي تتاح عما الالجني غيرت المحيط لك المحيط بشير من اللي. وفي الكورة الرجل الناس نبريح التعليل. وفي الكورة الرجل المغرب على Watراء ما بشير الام 함تيرة. نحن نحن بإجراء هناك تريد أنك يمكنك أن تبع لها يمكنك أن تبع لها النقاط تراتي أنت ملعبية والعيوة يمكنك أن تعطيك لا يمكنك أن تتعطي لكن إذا كنت تخطيك مع أنك تبع لها أولا أنت تجرب على الصحر لا تتعلم لا تتعلم أنت فعلا أيضا يعني أنني أخبركي أن أقول أنني أخبرك عن كل محال آلاء كيف كان لكي أخبركت كوالك في الوصول لكي أخبركت أن هذا الناس أنت تحسين المعين في الوصول على الوصول أخرى سيحون المعينة أخرى وعليكم أنه لا يزيد بأنه لم يكن لكي أخبركت كويلا لكي أخبركت من أجل أساسي نعم الجوار سوى بري للانيمسيون بتاعنا هذي. دونك اه 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 تصريح نبيل معلول في الاندوة الاسعافية بعد الماتش كونتر الستاد تونيزيان. نجح اه نبيل معلول الامنة كونه استغل الاخطاء اه اللي كان قام بها فريق الملعب التونسي. ان شاء الخدم افضل بالنسبة الستاد تونيزيان. هو اي مدرب يتقهل روما انطعم في في كل كومبيتسيون وما نجم يكون كان فرحان. مما نجم وكان قلوله معانطها اللي هو قام بالمهم. بالضبط. انا بشكولك بالضبط. لانو الاسبوع اللي فات اه انيس اه انيس وبشير كان معانطها المالك متاع ليانو الاندية الجزائيلية نعرفوها الكلها تملكها شركات. المدير العام بتاع الشركة المالكة لاتحاد العاصمة كان زارت اه تدريبات الفاريق يظهر لنهار الخميس او الاربعة. وحكاية بالكدام مع رئيس النادي اه مع رئيس النادي ومعالم مدرب لإثار الفني ومعالم لعبية. وقال لهم معانطها يظهر لي المباراة هذه هي مباراة الموسم. باش نعرفوها انو اه نبيل معلول كان معانطها على قاب قوسين او ادنى انو يبدأ الموسم بطريقة كاريثية جدا وما نعرفوش من بعد شنو مش 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 تكون تداعيات هالحكاية هذه. لكن في نهاية الامر اه عاونته عديد ظروف وهذا زادة من حيش الميريت متاع الملاعبية متاعه ولا ولا هو ايضا في في التناول للمباراة. لانو اه هو في في نهاية الامر اه بشير الكورت القدم هي اخطاء. ايه. ولو كل مدرب يلعب على اخطاء الخصم متاعه. نبيل معلول العب على اخطاء متاع اه ملعبية استاد اللي كنت تحكي فيه انتي. وانيس كونهم وخروا برشة في في اخر المباراة. وانجح في هذا تقريب يعني اقول انا انو اه اه نبيل معلول مش انقذ فقط اه اتحاد العاصمة من من خروج. لكنه انقذ نفسه. انقذ نفسه. انقذ نفسه من الخروج وانقذ نفسه من مصير يمكن يكون معنا سيئ برشة. لانو اه منعرفه تقريب اول اول مباراة في اه في الموصب. ونبيل معلول ايضا حكاية بخلاف التصريح هذي. ايه. قال راني انا اه ما 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 عرفش انا فما شوي تناقض. لانو قال غيرت وغيرت وغيرت معنا تو في في اتحاد العاصمة. لكنه اه في في تصريح اخر في جانب اخر من التصريح يقول انو مازالك اخذي الفريق وراو ملعب كان مقابلة الودية. ايه. والمقابلة الودية ماي نجمش يحكم عليها. محن ما نعرفش انا اه شنوه اللي تغير بالضبط. في في هذا لكن في نهاية الامر اه فريق معنا كان خاسر واحد شي. اربحها على ارضية ميدان وثنين بشيء واتأهل. دونك اه ديما يقعد معنا اه اه فير معنا للتأهل. ديما عندي امتي ميساج نحب نوصله. اراو الكبدة في مرحلة وتعداد لانك اراو نهار الخميس عندك المتلوي آآ ادفرسير زيد آآ محترم ونهر له حتى لعب الاسبرانس والمرحلة دي وفيت مع طبعا يزمك تحاول تقدم وتحاول تخمم تحاول تعمل صوتية للناس هادوما وليجي ان شاء الله خير انو هانيسي استاذ ما اتنحاط لها آآ في الجورنية في الجولة الولانية وطول تركيز بشي كوندو بل يعني آآ عنده زيرو وطول عب نهرت الاربع وامتلاوي في باردو آآ بالضبط آآ آآ على عكس الملعب التونسي فريق اخر تونسي ماذا يترشح للدور القادم من مسابقة كأس الكونفدرالية ندريا ذي الاسفيقسي نحكي عليه بعد الفاصل